وشهدين دلوقتي ينسيب حضرتكم مع مجز أهم وآخر الأنباء مع لمية فضل يلمي شكرا نيكي باسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية والمقدمة للمواطنين إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائية مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة وشهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي خاصة في توشكا والدلت الجديدة وسيناء والصعيد وطلع الرئيس السيسي أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لرفع صقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار وبهذه الخطوة تجنب الكونغرس ما كان يمكن أن يكون له أول تخلف عن استداد على الإطلاق وذلك قبل أربعة أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة بلغت 63 صوتا مقابل 36 صوتا للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس نواب الأربعاء ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بالانتصار الكبير للاقتصادي والشعب الأمريكي وأضف أنه يتطلع إلى نشر هذا القانون ليصبح نافذا دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي القادة الأوروبيين إلى تعزيز دعمهم لبلاده وذلك خلال أقمة أوروبية في مولدوفا واختنم زلنيسكي الفرصة التي وفرها الاجتماع الثاني للمجموعة السياسية الأوروبية للدفع باتجاه حجد دعم قوى لانضمام بلاده إلى النيتو والاتحاد الأوروبي وقال زلنيسكي أنه يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا ولا تريد أن تأخذ روسيا جزءا من أراضيها يجب أن تكون كاملة العضوية في النيتو والاتحاد الأوروبي قال الرئيس الفرنسي إمال وين مكرون أنه لا مجال في هذه المرحلة لإجراء نقاش مجد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من دون أن يستبعد إمكانية حدوث تواصل في المستقبل وشدد مكرون على ضرورة إعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية أقوى وملموسة وواضحة في قمة حلف شمال الأطلنطي والمزمع أقضيها في يوليو مشددا على أن هذا الأمر من شأنه أن يواجه رسالة واضحة إلى روسيا في السياق الحالي قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن التفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة توقف مرة أخرى لأن روسيا منعت تسجيل السفن المتجهة إلى جميع المواني الأوكرانية وأضفت الوزارة أن روسيا سجلت سفينة واحدة فقط قادمة للتفتيش في اليوم الأخيرين من مايو ولم تقدم أي تفسير لهذه الخطوة والتي وصفتها بأنها انتهاك جسيم للمبادرة وكانت موسكو قد قد وفقت في مايو على تمديد الاتفاق لمدة شهرين لكنها قالت أن المبادرة ستتوقف ما لم يتم الوفاء باتفاق يستهدف التغلب على العقبات التي تعترض صدرات الحبوب والأسمدة الروسية قالت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بمجاب معاهدة نيو ستارت الجديدة للحد من الأسلحة وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكترونية أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويد موسكو بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات والصواريخ والتي تطلق من الغواصات أجرى الرئيس كوسوفو وسربيا محادثات حول أزمة سياسية شبه العنف مع ضغط زعيمي فرنسا وألمانيا عليهم لاتخاذ خطوات سريعة لخفض التوتر واكتمع الرئيسان لفترة وجيزة في حضور الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على قمة أو على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا وعبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما إذا أحدث أزمة من بين أزمات طويلة الأمد بين حكومة كوسوفو التي يهيمن عليها ذو الأصل الألباني وبين ذوي الأصل الصربي الذين يشكلون أغلبية في شمال البلاد مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود استكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل